القضاء اليوم يرسل هذه المذكرات أو هذه الكتب الرسمية يريد من يستوضح هل هناك بالفعل هذه التسريبات موجودة هل من مشتكي نعلم جيدا أنه هناك من قادة الإطار من ذهبوا إلى المحاكم اليوم القضاء ليس بحاجة إلى مشتكيين لأنه واضح كل شيء واضح في هذه التسريبات مثلا كثير من التسريبات رئيس الهيئة العامة للضرائب علي علاوي قبل تقريب سبوعين كان عنده هذا التسريب أيضا بالفساد والقضاء لم يتخذ أي إجراءة حقا أو على فكرة علي علاوي موجود حاليا على رئيس منصبة هذا غير صحيح ما يثار أو يقال أنه علي علاوي الآن في سجن المطار هذا غير صحيح أيضا عبد الكريم الفيصل متهم والسيد السوداني أثبتت وسارة الداخلية مشكورة أن هذا التسجيل هو حقيقي وبالمناسبة أستاذ رياض نظارها أيضا كان تسريب أيضا للسيدة عاليا صيف النائب عاليا صيف أيضا تسريب قوي جدا هناك تكلمت السيدة نائبة عاليا صيف عن تضمينات إجتها بأن شغلها في محافظة بغداد سيستمر وما أحد يقدر يوقف عملها يعني العمل اللي هي يعني تمارسة يعني هل من خلال الفساد طبعا وإحنا من خلال قناتكم اليوم نطالب القضاء يعني برفع الحصانة عن عاليا صيف وجنبها للقضاء حتى يعني نتمكن يعني نتمكن خصوصا أن سيدة عاليا صيف اليوم على ثروة طائلة كبيرة جدا فاليوم القضاء يعني الكرة في منعب القضاء لا يحتاج إلى يعني إصدار كتب أو إصدار مذكرات إلى دوائر الدولة هناك تسريبات كبيرة هناك ملفات كبيرة أيضا يعني في المجلس القضاء الأعلى في لجنة النزاهة هناك كثير من الملفات الكبيرة اليوم رؤساء الكتل الفاسدة الحاكمة في بغداد هم من يتحكمون في هذه الملفات يخرجون الملف الذي يعني للشخص الذي يجيب صالحهم يطلعوا لهذا الملف وللأسف هي يعني يعني 99% من هذه الطبقة الحاكمة اليوم هي فاسدة متورطة بالفساد شرعنة الفساد واليوم العملية السياسية أو العملية السياسية نعم في العراق تدور على مقولة السيد عماري الحكيم طمطملي وطمطملة فاليوم رؤساء الكتل الفاسدة الحاكمة في بغداد هم يسيرون على هذه المقولة الكبيرة التي في يوم من الأيام إذا فقط هذه الطبقة الحاكمة الفاسدة تحكم بغداد سنرى هذه المقولة طمطملي وطمطملة تدرس في جامعات العراق لا تدرس في جامعات العراق لا تدرس في جامعات العراق لا تدرس في جامعات العراق